بس شغلتش نقدر نقول أي بس وين الشغل يعني شغل قليل قليل زواجتش من مخرج طبعا مخرج صرر الرماحي ضافتك كممثلة طبعا ضافلي هو أستاذي معلمي الأول بالإذاعة للأمانة بالإذاعة لأنني مخرجة إذاعية ما تعلمت الخراج تعلمت من أستاذ صبر الرماحي علمني من الألف في بياء زين وفرق العمر الكبير بينكم لا مو هواية أصبحت 18 سنة مو هواية بعدين هو من النوع اللي معتني بنفسه ويحب الحياة ما أدري والله صار لفترة ما شايفته بس بالصور الله ينطي الصحة والعافية إن شاء الله كان مشجع أيضا إليه بالأدوار التلفزيونية يعني ما كان يوقف في طريقي ودائما يدفعني أنه أشتغل وينطيني رأيه بالأدوار اللي أخذها هذا هي تشي بعدين أقول أشياء يقول لي لا أبكيف تشي تقولين مثلا يكون يعني على الحياة يوقف يعني بس هو كان صاحب فضل علي للأمانة وأقول له الله ينطيك الصحة والعافية أبو أولادي أبو ثائر وحسام رغم أنه انفصلته من أكثر من 20 سنة واذا يعني وإذا انفصلنا يعني الحياة لا مو صار بسم الله الرحمن الرحيم صار 28 سنة 28 سنة من الواحدة السحية يوم انفصلة تذكري شان صار صار بهدوء صار ابن شاعر صار بهدوء جدا صار ورحنا واتتفقنا شوف الإنسان الزوج والزوجة ما يعرفون خصوصيتهم ومشاكلهم بس غرفة النوم والله العظيم قبل كل شو غرفة النوم يعني ما حاجة يعرفوا التفاصيل اللي بناتهم مش قد مثلا انت ما تشكل أموك أنا ما مرتاحوا يا زوجتي أو زوجتي كذا سلبي ما رح تقدر أنت تعرف وزوجتك تعرف فاتفقنا أنه نبقى ناس تحترم ناس وناس تقدر ناس وناس يعني تسأل عن ناس بس وصلنا إلى طريق مزدود وصلنا إلى طريق مزدود وأنا مؤول حالة بالتأكيد طيب من صغرتي وأنت متعوبة من خياطة نقدر نقول خياطة طبعا أنا شرف طبعا طبعا خياطة بمصنع بمصنع إلى موظفة من الخمسة لا أوقف أوقف أول شي عاملت معمل خياطة معمل تريكو الوطني بعدين أسوي سجاد بالمضرب سجاد اليدوي معمل السجاد كذا عملنا أنا كل خياطة وأنت طفلة أنا طفلة وبعدها قبل صار الدخول بالوسط الفني وهوست الفن والزواج وإحنا بيتنا كان قريب كل شي من الإذاعة قريب إحنا الآن شارع حيفا نعم هذه كانت منطقة الشواكة ولاتي يعني بها فكنت أروحان أعتبر أول طفلة بتلفزيون العراق هذا للتاريخ للتاريخ يعني في عام ستة وستين نهاية خمسة وستين مداية ستة وستين كنت أول طفلة ببرنامج الأطفال بالتلفزيون فبيتنا كان قريب كنت أنا أشتغل بالمعمل نعم وأطلع العصر أروح للإذاعة وأرجع ساعة 12 باللسيارة والدائرة توصلني ولهذا كان دراستي كانت بديت الدراستي متأخرة لأن ترك الدراستي طيب عمرك كلها متعوبة شوكت الدلعتي شوكت ترتاحيتي والله حرام لا أعرف الدلع ولا أعرف حتى مرحلة المراهقة وأقول له مش شون يعني أولا مراتي قلولي أفلام كارتون أقول ما يعني أفلام كارتون هاي شنو هاي شنو هاي شنو يا كارتون هالدرجة؟ اي والله وأني سعيدة طبعا بحياتي وسعيدة بما حققته خليكن بعلمك ساري وسعيدة باللي الله كتب لي يا لي لأن القناعة تكنزل لائفنا طيب متهمة من بعض الفنانين أفوا كمنتجة وكإنسانة بالحرص الزايد نقدر نقول نوع من البخل دائما يقولون أنه هناك محمد كمنتجة هي تشانت ماشي إذا أنا أتهم بالمخل هذه الأموال الطائرة اللي حصلتها طيلة حياتي الفنية وين راحت؟ ما عندك مشاريع اليوم؟ أبدا أمارات؟ أبدا عندي كنز كبير لا يقدر بمليارات الدولارات مدة نانير العراقية هي محبة الناس واحترامهم يعني أنا شون أتهم وأني اللقمة أقسمها بيني وبين المقابل هذا على صعيد إنساني أما على صعيد فني فانطيت كل ذي حق إن حقه سمعت بها الإشاعة بالوسط؟ لا والله وما ياريت لو يحجون قدامك بس توصل يعني بس أنه يقولون أنه هناك محمد عندها ثروة خفية ما تكشف عنها ثروتي هي محبة الناس واحترامهم والله أكرمني بالأولاد أولاد مارين بيا وبأبوهم والله انطيني الصحة والعافية صح شوية مرات أقنتي كاساس صحية بس الحمد لله والأمر صحيح أنه أنت كثيرة الشك وحتى الناس خارج الوسط يعني سايق تاكسي تحكي لكل تفاصيل حياتك هو يسأل لا أنا أصعد التاكسي يسألني يقول لي أنا ستة نموت عليه ستة شبهين أموت شبهين خالت شبهين عمتي ستة فلان شي فلان شي أنا لأن صريحة لما نوصل مثلا المقام مثلا لأردنزيبي أنت لا قاعدة لا أسيت ميليق بيش ليش ميليق بيش؟ ليش ميليق بيش؟ لأن المكان يكون ضيق يعني أول عمارة آيلة للسقوط يعني هتش يعني مو آيلة للسقوط تعبانة هي العمارة اللي صار بها الانفجار قناني النابيب الغاز اللي بالصالحية هذه خطيئة حابيه هوايش وهداء والله صحيح أنه احتراق بيش بيش بيوم من الأيام؟ أي احتراق البيت احتراق بالألف وخمسة والله ما أدري ما أعرف وتي بداخل البيت؟ أنا داخل البيت وشان طلعت؟ طلعت حطنت جامعة للمطبخ وقمزة سعدت على الكاونتر وطلعت من الجام وتأبيت بقتها هواية بالألفين وخمسة